موسيقى وهو التفعيل الطبع الرسمي المسؤولة على التقييم هي المؤسسة المعهد الملاكي للثقافة الأمازيغية الذي نظن بأنه لديه تصورات كثيرة جدا حول هذا الموضوع بخصوص الأمازيغية هذا الورش الأمازيغية هو ورش اللي الحمد لله بلدنا حقت فيه مكاسب كبيرة جدا منذ الخطاب الذي ألقاه جلالة المالك والذي كان هو المنطلق ثم جاءت الدستارة في 2011 ثم الآن اليوم هناك تفعيل حقيقي لهذا الورش وهناك تنزيل وهناك إرادة سياسية وهناك إمكانية مالية والحضور دي السيد رئيس الحكومة ومعاه تقريبا نصف الحكومة على مستوى مدينة الخميسات الهدف منه ليس لبهرجة والفولكلور لا فولكلور مهم وإيجابي ولكن الهدف هو كيفاش نوضع اللبينة الأساسية للتفعيل كيفاش المواطنين يمشيوا للإدارة ويلقاوا أحد المواطنين قبلتهم تتكلم اللغة الأمازيغية لأنه منك تتكلم الأمازيغية ليس فقط غيرك تسهل مصطر الإدارية تعطي الإنطباع بالثقة وهذا هو المهم والإيجابي جدا فهذا العدالة الآن المجالية وهذا العدالة الثقافية اللغوية هو ورش حريص عليه الحكومة كل حرص بإجراءات كنقول إدارية إجراءات مالية بإمكانية مالية والهدف هو أنه دائما تكون الريادة وتكون بلدنا نموتج يعتز ويعتد به في هذا المجال وكيفما قلت في ندوة صحفية سابقة سوف نحتفل مرة أخرى بهذه المناسبة رانش تقول إن شاء الله دائق ربي دي سعدين إن شاء الله